دأب منتدى الإعلام العربي على حجز منصة لنخبة من الكتاب والأدباء لتوقيع آخر أعمالهم ولعل أبرز الوجوه في نسخة هذا العام الكاتب المصري أسامة عبد الرؤوف الشاذري الذي تصدر إنتاجه قائمة الكتب الأكثر مبيعا في السنوات الثلاث الماضية من القاهرة تقرير رشا عبد الرحمن أديب ضل طريقه إلى عالم الطب مقولة التصقت بجراح العظام المصري أسامة عبد الرؤوف الشاذلي ولسيما بعد أن تصدر إنتاجه الأدبي قائمة الكتب العربية الأكثر مبيعا على مدار السنوات الثلاث الماضية أنا أمارس الطب بمتعة وأمارس الأدب بمتعة أيضا وأقول لئما أنني كنت محزوزا في حياتي أنني لم أكبر على فعل شيء رغما عنه بالطبع أي إنسان بيقرأ بعد شوية بيبدأ يتكون لديه إحساس ومشاعر يريد أن ينقلها إلى الورق وده بدأ عندي في المرحلة السنوية لما بدأت أكتب بعض القصص القصيرة بعض المقالات وقبلها كان فيه هناك اهتمام كبير جدا بالقراءة يعني أنا بحكي لأولادي أنني دخلت إلى المدرسة وأنا أقرأ الصحف وأستطيع أن أقرأ الصحف والجرنان ذلك لأنني نشأت في بيت والدي كان أزهريا طلقيت تعليمي في الكتاب بدل الحضانة حفظت القرآن وأجزاء من القرآن وتمثل مكتبة والده العامرة بأمهات الكتب المنهل الأبرز لفترة البحث التي تسبق أي عمل جديد بدءا من كتابه الأول الذي كان بمثابة دراسة لفكرة يأجوج ومأجوج وصولا إلى آخر روايته عهد ديميانا والتي عكست مضوج أسلوبه الملحمية من يقرأ الرواية سيعلم أن ديميانا ليست بطلة الرواية ولكن أبوها هو بطن الرواية ولكن ديميانا يميزها شيء مهم جدا وهي الطفلة الصغيرة التي هي نتاج تزاوك كل الحضارات والانتماءات وتزاوك كل هذه الصراعات التي كانت موجودة في تلك الحكبة واستمرارية هذه الحياة لن يتأتى إلا إذا تعيشت هذه الثقافات مع بعضها ولكن تظل روايته الأولى أوراق شمعون المصري التي تتناول فترة التيه لبني إسرائيل في سيناء مصر نقطة ميلاد أسلوبه الفلسفي الذي يمزج بين حيال الكاتب ودقة المؤرخ ثلاثة مؤلفات هي كل ما قدمه الكاتب والطبيب أسامة الشادلي للمكتبة العربية حتى الآن ومع ذلك نجحت هذه المؤلفات في أن تحجز له مكان مميز في الصفوف الأولى بين كتاب الرواية التاريخية راشا عبد الرحمن تلفزيون دوباي